من أخبارنا كان في حالة حزن كبيرة سيطرت على فريق الزمالك بعد الخسارة من أرطة سولار ولعي بقى كانوا بيعطبوا بعض جداً على الأداء تحديداً الكابتن متحط عبدالهادي مدرب الفريق عنف اللاعبين بشكل كبير على الأداء والخسارة وكان غاضب بشكل كبير جداً جب طبيعي يا واحد زي متحط عبدالهادي نجم كبير في تاريخ نادي الزمالك هيبقى من أكتر الناس اللي حس بوجع جماهير نادي الزمالك أنا سألت من شوية زمالي عزيز إبراهيم ورمضان حالة اللعبة إيه أنا بصراحة وبرضه ما بحبش أبقى قاسي جداً وابقى الخسارة بس في الملعب حتى النهاردة حسيت لا مبالاة اللوقة يعني خلاص خسرنا يعني عادي ما شفتش حتى بعد الجول التاني الناس بتاكروا أن يجيلة متنرفزة متضايقة بيجروا عادي لا ما مش عادي ما مش عادي شوف تخسر من فريق تونسي هقول عادي وإن كنت أنت الزمالك يعني فهم بس ماشي الفروق قريبة جزائري ماشي فريق جزائري فريق مغربها تمام تخسر من فريق في جنوب أفريقيا تحديداً ساندهونز ماشي لكن تخسر من مزيم بي يعني في فرق كده في القرى الأفريقية كبيرة انت أكبر منهم بس يعني إيه ينفع تخسر منهم عادي زي ما لقالي مبارحة لقالي أكبر متحاد العاصمة بس ينفع يخسر من المتحاد العاصمة فريق كبير برضو في القرى الأفريقية لقالي أكبر بس ينفع تعدي لكن تاعة النهاردة دي ما بتعديش يعني مش عادية ده ماتي القوي قوي ماشي في سياق مرتبط اللجنة اللي بتدير نادي الزمالك في الوقت الحالي برئاسة الدكتور عماد البناني بترفض تماماً تماماً تدخل في مصير المدير الفني أوسوريو مدرب الفريق أو اتخاذ قرار يعني بشأنه يعني هو يشايفانه المجلس اللي جاي هو اللي ياخد القرار سواء ببقاء أوسوريو أو راحل طيب في نقطة هفضل طول الوقت مختلف مع فكرة إنه مدرب يقيم بمباراة مش حاله النهاردة مباراة سهيئة جداً لأسوريو واللعبين خلاص دي يحطوه على جم بس مش معنى كده إنه الناس تبدأ تقول إنه يمشي أو يبقى فيه تفكير أو نشوف أو نعمل لا وبصراحة وبصراحة شديدة لو للناس القائمة على إدارة نادي الزمالك دلوقتي أو اللي قبل كده أو اللي يجو بعد كده كانوا شايفين إنه أسوريو لا يصلح كان يمشي بقى قبل بداية الموسم لكان فيه فترة حلوة أوي أجهزة حلوة كنت جيه مدرب ساعته لكن الموسم لسه بنقول عليه بسم الله الرحمن الرحيم ويبقى فيه كلام على رحيل أسوريو ده يبقى خطأ جاسيم جداً سواء من اللي موجودين دلوقتي أو لو اللي خدت قرار اللي بعديه ماشي ناخد اللي بعديه جهاز الطبي فيه الوقت الحالي جهاز طبي النادي الزمالي في الوقت الحالي بيجاهز بكز في الخبر بقى بيجاهز أحمد مصطفى زيزو لمباراة بيرامدز في الجولة الأولى من الدولة بعد الإصابة اللي تعرض ليها مع منتخم مصر وأبعدته عن مواجهة أرطا سولار أجيبوتي ده الخبر اللي جايلنا من نادي الزمالي تأكيد يعني على إصابة زيزو وأنا كنت أحكيت لكم قصة زيزو دي قبل كده مش عايزة قرارها دلوقتي عشان العملية مش محتاجة إنك تفضل تدوس على جرح بس برضو هي رسالة لزيزو زيزو من أكتر اللعيبة مش من أكتر هو أكتر لاعب شال نادي الزمالي الشهور اللي فاتت الموسم اللي فات كله أكتر لاعب وأكتر لاعب كان ملتزم وأكتر لاعب كان محافظ على مستوى وأكتر لاعب جمهير الزمالي لازم تقدره جدا تمام كمل الطريقة على كده فرأي يعني أنا لو مكانه أكمل الطريقة على كده عشانه أعمل علاقة عظيمة مع جمهير نادي الزمالي